بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيه بعده وبعد فهذه الخراءة لغسية الملهوف عند أهل المعروف في معارضة ومضارعة بانة سعاد في متح سيد العباد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من نظم شيخ الإسلام الألمعي زين الدين أبي سعيد شعبان بن محمد بن القراشي الآثري المصري الشفعي المتوفى سنة 828 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله ونفعنا بعلمي بسم الله الرحمن الرحيم خير الآنام هو المقصود والسول بالحق للخلق مبعوث ومرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المصطفى أحمد المختار من مضر له من الله تعظيم وتبجيل محمد الهاشمي المستجار به كأنما شرعه في الليل قنزيل والشفيع الرفيع القدر أكرم من مشى على الأرض في رجليه تنعيل عليه من ربه الآيات منزلة له على كل خلق الله تفضيل كم معجزات له القرآن شاهدها ثم الزبور وتوراة وإنجيل رقى إلى العرش من فرش له وعلى ظهر البراق تسامى وهو محمول حتى أدنى فتدل رفعة وعلى لقاب قوسين يدنو وهو مكفول فقيل سلتعطى ما تختاروه كرما واشفعت شفع شفيع أنت مقبول وصار يخترق السبع الطباق إلى أن جاءه بكريم الوحي جبريل فحل في حضرة في الله عامرة شريفة ربعها بالأنس مشمول حتى رأى ربه حقا بناظره وخاطب الله جاهرا وهو موصول حوامن العز ما لاحازه أحد في الأنبياء فاضل منهم ومفضول إمام فخرهم حقا وسؤددهم لأنه غرة والكل تحجيل كالبدر دارت نجوم حول حضرته ونور طلعته في الأفق كليل أحواله كلها بالله قائمة وكل أوقاته ذكر وتهليل عين الحقيقة من عرب ومن عجم سواه في الحق تمثيل وتخيل فالنفس زاكية والروح طاهرة وقلبه في رضا الرحمن مشغول وذاته لم تزل لله عاملة يزينها منه أوصاف وتشكيل فيه مع الحسن والإحسان أربعة فخر وجود وإكرام وتبجيل وفيه من ساعة الميلاد أربعة دهن وخطن وتسرير وتكحيل ولح في وجهه المسرور أربعة عز ونصر وأنوار وتكميل وفي شريعة الغراء أربعة أمر ونهي وتحريم وتحليل وفرض من كفه للخلق أربعة الغيث والقطر والأنهار والنيل فجوده عم كل الناس قاطبة دنيا وأخرى ومنه القصد مبذون فلذ به واستغث إن كنت ذا وجل وعنك باب الرضا والأمن مقفول عسى لعلف كم لطف وكم فرج لله فيه لدفع الهم تعجيل يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي عبد ضعيف ولي بالباب تطفيل يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي فحوض فضلك مورود ومنهول يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي يا من به للهدى والخير تحصيل يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي فكم على باب فضل منك مذلول يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي أمت المرجى وفي الحاجات مأمول يا لبيت رسول الله يا عرب قد احتمى نازل فيه ومنزول يا أحمد يا أبى الزراء فاطمة ويا علي لديه السيف مسقول ويا حسين من السبطين يا حسن من استغاث بكم فالخير محصول الغارة الغارة المظلوم منتظر إسعاف إنصافكم يا من هم السول أهل الكساء ويا من ضمهم شرف مع الرسول وإكرام وتأهيل الطيبين الثنى والطاهرن به وفي فضائلهم ما شئتموا قولوا فالفضل في حسب منهم وفي نسب عنهم كما هو في الأخبار من قولوا يا آل طاها ويا سين المحب لكم في جنة الخلد لا يلويه تبديل يخفيكم شرفا بين الأنام إذا ما كان فخر به للمرء تفضيل أن طهر الله بيتا جئتموه كما قد أذهب الرجس عنكم فهو مفصول وزادكم ربكم فخرا بثانية فيها من الفضل إجمال وتفصيل من لا يصلي عليكم فهي باطلة صلاته صلاته وهو محروم ومخمول يا لبيت رسول الله يا شرف قلبي على حبكم والله مجبول فهل صب محب نجدة بكم فقلبه بسهام البين مدبول وقد تولى عليه الليل يسهره فكرا عنه جميل الصبر معزول وقد تلون في أحشائه ألم كما تلون في أثوابها الغول وليس يكشفها يا خير واسطة سوى الحبيب الذي في جاهه طول يا أحمد يا أبا بك ويا عمر من استغاث بكم ماذا كمخذول ويضجيعه في قبر حوى شرفا عليكما من إله العرش تجليل يا رب يا رب يا مولا يا سندي يا من عليه لكل الخلق تعويل إن جئت أذكر ما في النفس من أرب فأنت أضرى بشرح فيه تطويل أنت الغني وكل الناس سائلة وهل سوى بعث الأرزاق مسؤول بحق أحمد صلى الله عليه وسلم حقق ظننا فلنا بجاه أحمد تنويه وتنويل يا سيد الرسل يا سيد الرسل يا من شرعه على منهاد وطالبه بالخير مشمول لو لا كما كان لا علم ولا عمل ولا حديث ولا نص وتأويل لو لا كما كان لا حل ولا حرم ولا صلاة ولا صوم وتنفيل لو لا كما كان لا حج ولا نسك ولا وقوف ولا ذكر وتهليل لو لا كما كان لا سعي ولا رمل ولا طواف واحرام وتحليل لو لا كما كان لا شمس ولا قمر ولا كتاب ولا وحي وتنزيل يا قاصد البيت يطوي الليلة من شغف والسوق منه لفرط الشوق محصول من مر يوما بوادي مر بات على سعادة وهو بالأمان موصول يا سعد إن جئت للمعلات قف أدبا وانزل على الكور ما للعيس ترحيل واخلعني عالك عن أرض مطهرة فإن فيها كلام الله منزول ومولد المصطفى صلى الله عليه وسلم فيها وبيعثته وقبلة الدين ما في ذاك تأويل أرض إذا بات فيها مذنب كثرت له الأجور وعنه الذنب مغسول هذا المقام حجر عنده حجر فيه يطيب لخلق الله تقبيل هذا الحطيم وبيت فيه ملتزم وزمزم وزمزم والصفى والركن والميل فالهج بكعبته الغرى وطيبته ونادي في النادي لا يلهيك تغفيل يا أكرم الأنبياء يا من بنعمته للقادمين على التخويف تحويله وجاء في الجمعة الغرى وليلتها عنه من الخير تعجيل وتأجيل وقد أمرنا بإكثار الصلاة على محمد فيهما والفضل مأمول فمن يصلي على المختار وحياة تأتيه عشر من المولى وتنفيل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعدد خلق الله ورضا نفس الله وزينة عشر الله ومدد كلمة الله خير الورى أحمد الهادي النبي ومن به لراجئه عند الجرح تعديل ساد الأنام وشاد الدين ثم رقى فضلا وهل فضل خير الخلق مجهول من مثله من يداني من يشابه هو الفضل في اللوح من قوط ومشكول بدر بدر حبيب شفيع صادق عالم سيف من الله في الأعداء مسلول مبشر ونذير عادل حكم مطهر طاهر ما فيه تعديل يا ليت شعري أما نظمي وما فكري وما مديحي وقولي فيه تقليل من كان مولاه في القرآن مديحه ومن فضائله حاميم تنزيل أو ومن فضائله حاميم تنزيل والإنس والجن والأكوان أجمعها لأجله خلقت العرض والطول فما عسى تبلغ المداح فيه وما يأتي به من له فكر ومعقول فمن هو العبد لولا ذاك أهلني ما كان في متحه للعبد تأهيل في بردة المصطفى شوق يزيد وفي بانة سعاد فقلب اليوم مبول فالنفس مشتاقة والقلب في قلق متيم إثرها لم يفد مكبول إلا أن القرب كعب كنت معتذرا والعذر عند كرام الناس مقبول إن قدر الله لي فوزا بزورته فكلما قدر الرحمن مفعول لعل من فاز كعب بالأمان به من بعد ما كان أمسى وهو مقتول يقضي بعفو وغفران لما دحه إذا عراه من الدارين تهويل ومن يؤمن في حال الدعاء كرما لا فضفوه وعنه السوء مغلول يا رب عبدك شعبان الفقير له ذنب أضر به والضيف محمول يا خاتم الرسل يا من للوجود به فخر وفيه لكل الخلق تأميل يا شافع الخلق يا من جود راحتي فيه لراجه تسبيغ وتسبيل يا من إذا رمت متحا فيه أنشره فهان لي في بحور الشار تفعيل لو لاك يا أيها البدر منير لما خضنا بحورا ولا طابت أقاويل يا من إذا قلت متحا في شمائله فلوصف مسكن وفيه النظم معصول يا رب عبدك يا رب عبدك في باب الرجا وله في متح أحمد ترتيب وترتيل نزيل بابك يرجو رحمة وسعة وليس للعبد عن مولاه تحويل فاغفر له ولكل المسلمين ومن يغفر له فعليه الستر مزبول ثم الصلاة وتسليم الإله على بدر به لجميع الناس تكميل محمد المصطفى والآل ثم على أصحابه ما بدى شوق وترسيل محمد المصطفى والآل ثم على أصحابه ما بدى شوق وترسيل انتهى الله صلي وسلم وبرك على سيدنا محمد بعدد خلقك وإذا نفسك وسأتعرشكم من ذلك لما تكليه نجيمك لضيق بجاء المصطفى مولى الجميع وعبلي في مدينته قرارا ورزق ثم دفن في البقية وفلي ولولدي والمشيخ والمسلمين